السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتكم قناة احمد الداودي اذا اعجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك ليصل لك كل خبر جديد ومميز اخوتي الاحبة هذه الاسئلة اللي تعرض عليكم هي نماذج مهمة بالنسبة للامتحانات نصف السنة لعدة مدارس ولعدة اعوام والتركيز دائما اقولكم واكدت حتى في سئلة الامتحانات التمهيدي انه التركيز رح يكون اكثر شيء للسنتين اللي راحا او بالزايد للثلاثة سنة اللي راحا لان حسب ما لاحظنا وشافوا دققوا اكثر الاساتذة انه اكثر الاسئلة تتجي من السنة مثلا خنقول 2018 كانت اكثر الاسئلة او تقريبا 87% من الاسئلة جدتي هي من مشابهة من اسئلة 2016 و2017 ونفس الشيء 2017 جدتي منها اسئلة كثيرة من 2017 و2018 اذا التركيز على اخر ثلاث سنوات وهذه الاسئلة اللي انا نزلكم ياها سنة 2016 و17 و18 و19 بالزايد اربع سنوات يعني فالتركيز التركيز على اخر اربع سنوات او ثلاث سنوات او سنتين راحتها الموجود عندك المهم مراجعة الاسئلة وحلول الاسئلة لسنين الراحت مهمة جدا 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 بعد ما اتخلص وتراجع الكتب اسئلة نصف السنة كانت او نهاية السنة الاسئلة الوزارية والاجوبة والنماذج والمراشحات كلهن ركز عليهن لكن لا تعتمد عليهم بمجرد انه تقوي نفسك بحالهن او بمراجعتهن بمجرد انه تشوف انت اللي تعرفه عبره واللي ما تعرفه حاول انه تطلع بالكتاب وتتأكد من عنده او تحل بالورقة والقلم هذه نصيحتي لكم واتمنى انه تستفادون من هذه الاسئلة وهي السلسلة ما الاسئلة اللي راح نزلكم ياها ابتداء من صفوف الابتدائية ومن ثم المتوسطة والعدادية والتركيز على الصفوف المنتهية للصفوف السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس الاعدادي بفرعيه الادبي والعلمي شكرا لكم اخوتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة لمتابعة الفيديو اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات ثم الاعجاب بالفيديو